نختتم معكم هذه الجولة إذن مشاهدين الكرام مع أحمد يوسف التاي من أخيرة الانتباهة نبضى الوطن أتت اليوم بعنوان يا حمدوك مافيا الجاز يبدأ التاي زاويته بالقول قرأت منذ شهر ونصف الشهر تصريحات رسمية أكثر من مرة تشير إلى اكتمال استعدادات الحكومة لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي وأن أكثر من ثمانين بالمائة من جاز الزراعة قد تم تأمينه تماما وكذا الأسمدة أحق لي ولغيري الآن أن أتساءل أين الثمانين بالمائة هذه؟ هل استلمها تجار الأواني المنزلية والسماسرة ومافيا الجاز قبل أن يسمع بها المزارعون كما كانوا يفعلون في عهد التيه والضلال والتزوير هتفني عدد من المزارعين ممن أثقوا في حديثهم وقد أقسموا لي أن جراراتهم متوقفة وكذا أعمال التحضير للموسم الزراعي الصيفي لعدم حصولهم على الجازولين الذي تقول الحكومة بتوفيره للمزارعين بنسبة تفوق الثمانين بالمائة من احتياجات الموسم يتابع التائي المزارعون أنفسهم أكدوا لي أن برميل الجازولين الآن في محلية الدندر يباع في السوق الأسود بمبلغ 15 ألف جنيه في حين أن سعره الرسمي 1200 جنيه للبرميل وفي مناطق أخرى في المحلية مثل العزازة وصل سعر البرميل الواحد إلى 21 ألف جنيه ولا أدري كم سعره في مناطق القضارف والدالي والمزموم التي تعاني من نفس الفوضى يرسل الكاتب رسالة لرئيس الوزراء فيقول للسيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي أن يتخيل أن حجم الفساد والفوضى التي تحدث في ثاني أكبر منطقة لقطاع الزراعة الألية في السودان فبينما الخريف على الأبواب والمزارعون في سباق مع الزمن يبحثون عن جاز الزراعة ولا يجدونه فيما يشرع التجار يشرع تجار السوق السوداء أبواب مخازنهم ليصطادوا مزارعين أو قعتهم الحكومة فريسة في أيديهم يتساءل الكاتب السؤال غير البريء الذي يضع الكل في فتيل على حد وصفه هو لماذا يتوفر هذا الجازولين الآن عند المافيا بينما ينعدم عند الحكومة والمزارعين هل ترى الأمر مقصود أم هي مؤامرة على المنتج المحلي بقصد تدمير الاقتصاد الوطني أم هي مؤامرة ضد الوطن كله أم هو تلاعب لأجل الثراء الحرام يختتم التائي يا رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي لقد فاق الأمر حد الخيال ولا يمكن أن تكون الأوضاع بعد التغيير أسوأ من سابقتها فبالله عليكم لا تقولوا بعد الآن سنعمل على تحفيز وحماية المنتج المحلي ما دمتم لن تفعلوا شيئا وحسبنا الله ونعملوك